عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حيث شارك خلالها في مراسم افتتاح فعاليات معرض إيدكس 2023 التقى على هامش الفعاليات نظيره الإماراتي ومستشار رئيس دولة الإمارات حيث بحث تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين البلدين ووقع رئيس هيئة الأركان مذكرة تفاهم في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية مع دولة الإمارات عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حيث شارك خلالها في مراسم افتتاح فعاليات معرض إيدكس 2023 المنعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي الذي يعد من أهم المعارض الدولية المتخصصة في مجال الدفاع والأمن والذي تشارك فيه مصر بصورة متميزة بعدد من منتجات مصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع ومجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات والشركة المصرية للتطوير والتنمية الصناعية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية حيث تفقد عدداً من الأجنحة لكبرى الشركات والمؤسسات العالمية المشاركة بالمعرض والتقى الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق الركن مهندس عيسى المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية والفريق الركن حمد محمد ثاني الروميثي مستشار رئيس دولة الإمارات تناول لقاء سبلة عزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكل البلدين وعلى هامش المعرض تم الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية بين وزارة الدفاع المصرية متمثلة في هيئة التسليح للقوات المسلحة ومجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعدد من وزراء الدفاع ورؤساء أركان الدول الشقيقة والصديقة وتناولت لقاءات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مؤكدا حرص القوات المسلحة المصرية على زيادة أواصر التعاون والشراقة في مختلف المجالات العسكرية مع نظيرتها من دول العالم